حقق مجلس الأمة إنجازاً تشريعياً نوعياً بإقرار حزمة من القوانين الجديدة التي تشكل إضافة للبنيان القانوني لدولة الكويت كالأحوال الشخصية الجعفرية والسجل العيني وحظر الشهادات العلمية غير المعادلة والصحة النفسية والجامعات الحكومية ومهنة مراقبي الحسابات وتبادل المعلومات الاعتمانية ومن أبرز القوانين الصادرة في دور الانعقاد الثالث قانون الرياضة الذي وضع أولى خطوات العمل لرفع الإيقاف الرياضي كما يعد قانون الصحة النفسية من التشريعات الجديدة في مجاله حيث أقر لحماية المريض النفسي وتحديد حقوقه في رعاية صحية سليمة تضمن احترام آدميته وإرادته المجلس أقرى كذلك قانون الأحوال الشخصية الجعفرية الذي ملأ الفراغ التشريعي في دوائر القضاء كما تم تعديل قانون الشركات الذي يحضر تحول الشركات غير الربحية إلى الربحية تم وضع إطار تنظيميا للشركات العاملة في مجال التصنيف الاعتماني المجلس أقرى ضمن تشريعاته السماح بالتقاعد المبكر لمن يرغب مع منحه قرضا حسنا كما أصدر المجلس إصدار وثيقة تملك لأرملة الشهيد وحق بيع الوحدات المستردة بالمزاد العلني وفرض رسوم على الزوار الوافدين مقابل الخدمات الصحية وأقر المجلس قانون الجامعات الحكومية الذي يهدف إلى إزالة عوائق تطور التعليم وإنشاء الكليات والعمادات النوعية والمعاهد وقانون حقوق المؤلف الهادف إلى حماية الأعمال المبتكرة في مجالات الآداب والفنون والعلوم كما تم تعديل المناقصات العامة الذي يهدف إلى منح الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة اشتركوا في القناة